لجان المتخصصة في إعادة النظر في بنود مدونة الأسرة أو لمواد مدونة الأسرة يجب أن أخذ بعين الاعتبار بعد واحد الحاجة أن المهانيين هم الأقرب من هذه الملفات والنواقص للمدونة الأسرة قبل التطرق لموضوع تعديلات مدونة الأسرة لا بد من الإشارة إلى موضوع هو من الأهمية بما كان موضوع يتعلق بحقوق المرأة والطفل والأسرة وأن أعرج على ما يحدث بغزة العزة من انتهاك لحقوق الإنسان واغتصاب للنساء والأطفال هذه الحقيقة المرة الواقعية التي يعانيها نساء غزة وأطفال وقد عرضت حقيقة حقوق الإنسان والحقوق الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك دعاوي الغرب من أجل هذه الحقوق لذلك على دعاة الحداثة بالمغرب أن يفهموا الدرس ويستفيدوا منه وكذلك أن يقوموا بإعادة النظر في موضوع الحداثة التي يدافعون عنها سأرجع إلى موضوع تعديلات مدونة الأسرة لا بد من الإشارة إلى أن الفصل 23 من الدستور الذي اعتبر وركز على أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع معنى ذلك أن المحور الذي يدور حوله مدونة الأسرة هي الأسرة وليس فقط المرأة كما يريد أن يحور النقاش بعض المدافعين عن المرأة بالتالي فمدونة الأسرة هي مدونة تدافع عن الأسرة بكاملها عن المرأة وعن الزوج وعن الأطفال فضلا على ذلك الفصل الثالث من الدستور الذي يعتبر أن الدين الدولة المغربية هو دين الإسلام معنى ذلك أن المرجعية الأساسية والمصدر الشريع المدونة الأسرة هو الدين الإسلامي فلا مجالة لتشبت بمصادر أخرى سواء كان حتى الاجتهاد فبالأحرى التفاقية الدولية التي نحن يتشبت بها بعض دعاة لحدثة هذه الاتفاقية الدولية التي لم تخرج أساسا في الجلائد الرسمية حتى يكون تطبيقها له أساس بمجرد وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان المذكرة التعديلات أصبحنا نتحدث على ما هو عملي ما هو عملي طرحت بعض التعديلات منها ما هو إيجابي يعني ليس هناك أي اختلاف كبير حول بعض التعديلات إلا أن هناك تعديلات طرحات وأطارت لغطا في أوساط جميع المهتمين سواء الحقوقيين أو رجال القانون أو دكاترة أو المهتمين أو الصحفيين بين هذه النقاط التي أطارت للجدل الكبير موضوع التعدد، موضوع زواج للقاصرات، موضوع مساواة في الإرث وموضوع النيابة الشرعية طيب أنا أعتقد أنه يعني ما يجب الاحتكام إليه هو أولا كما قلت المرجعية الإسلامية الدين الدولة الدين الإسلامي ثانيا خطاب صاحب الجلالة الذي هو كما قلت هو الضمان هو الضمان للتطبيق لأنه هو أمير المؤمنين صاحب الجلالة نصره الله يعني بصفته أمير المؤمنين قال أنه لن يحرم حلالا ولن يحل حراما يعني هنا سلينا الكلام فيما يخص ما يمكن أن يمسى يعني الدين الإسلامي والعادات والتقاليد دي المغاربة كذلك المجلس العلمي أكد على أن النصوص القطعية الدلالة لا يمكن اجتهاد فيها يعني هذه كلها ضمانات يعني تعطي واحد الأمان للمواطن المغربي أن ما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات واجتهادات فارغة يعني لا أساس لها من الصحة يعني خصوصا أن المواطن المغربي أن يتوفر على مثل هذه الضمانات إذا تطرقنا إلى موضوع التعدد موضوع التعدد الذي ورد في المواد من المادة 40 إلى المادة 45 ملاونة الأسرة هذا التعدد في الأصل حاليا يعني فيه بعض الضوابط إلا أن هذه الضوابط غير كافية نعم غير كافية ما يجب يعني القيم في هذه المادة هذه نعم يعني يقع بعض الضوابط أكتر بعض التعديلات يعني انسي جاما مع المقتضيات أو انسي جاما مع الخطاب الملكي السامي ولكن ليس يعني كما طرح في مذكرة المجلس الوطني للحقوق الإنسان التي اعتبرت أن التعدد جريمة أو أنه يجب يعني منعه أو إزالته لماذا؟ لأن التعدد أولا كما قلت هو رخصة دينية وشرعية مذكور في القرآن يمكنناش نحايدوها لأن كلام القرآن هو كلام الله هو وحي الله وما يمكنش إحنا عندنا كلام الله هو وحي الله وانحايدوها لأننا سيجينا شيء وحي وذي من هذا الوحي هذا؟ واش الوحي ديال بن كيران ولا مونيب والذي الحاداتيين والذي يساريين والذي محافظين يعني كل مرة قلت أن تعملوا مع الوحي معين إما محافظ وإما حاداتي وإما يساري وإما ليبرالي وإما رأس مالي هذا كلام الله كلام الله لا يقبل أي تعديل خصة نصوص قطعية الدلالة لذلك قلت أنه ممكن ضبط أكثر هذا المسألة ديال التعدد مثلا الزوج الذي أراد التعدد يتم يعني إلزامه بأكثر من التزام مثلا تحديد سكان مستقيل للزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وتقديم يعني جميع الضمانات المالية والصحية يعني ما يفيد أنه له القدرة المالية والاقتصادية للتعدد وخلاص سألنا يعني من منعش التعدد علاش لأنه إذا منعنا التعدد أو حرمناه وما يمكننا نحرمه كما قلت الرخصة شرعية إذا تمنع التعدد غنفتحوا المجال أمام الحريات الفرضية غنفتحوا المجال أمام الفسد يعني غنع الجو مشكل ديال التعدد هو مشكل في نظري بعض القلة القليلة أنا قلتها سابقا وأعيدها وأكررها إذا أتيح للمغريبيات يعني المرأة المغربية أن تقوم إما باستفتاء أو مسيرة وطنية حول التعدد سيفاجئون الجامعي ربما يتفاجأ جميع المغاربة بمسيرة مليونية للنساء الذين يعني يريدون التعدد يعني هذا التحدي ممكن نقوم بهم مغاربة فمسي باش نفس طوفات مسألة ذي للتعدد وإن كان كما قلت أنها مسألة لا تحتاج لا لاستفتاء ولا إلى مسيرة لأنها رخصة شرعية ودينية يعني لا يمكن أن نبش فيها نقطة أخرى كذلك أثارت جدلا وهي نقطة المساواة في الإرت المساواة في الإرت أنا هنا كان يعني كما قل كيف ممكن للمغربي المسلم أنه يصلي بصورة النساء ويصلي للآية عشرة ويقول يصيكم الله في أولادكم للذكاري مثل وحد الأنتين ويأتي مدونة الأسرة ويقول لك لا المساواة يعني هنا يكونوا متناقضين مع عرصنا مع عدوتنا مع الأهل دينا وفي القوانين دينا كما قلت قبل أن المجلس العلمي أكد على أن النصوص قطعية الدلالة لا يمكن أن يجتهاد فيها بالنسبة للاجتهاد في النص هو في حقها مخصوش يتمى للاجتهاد هو خصوش يتمى التعديل للنص القانوني انسجاما مع التطورات الدولية وتقدم وازدهار ومستجدد النص القانوني الذي لا يتطور هو نص ميت يعني مسألة أتفق معها ويعني أنا من بين ناس اللي يقول أن النص القانوني دائما يجب أن يتجدد انسجاما مع التطور ومسايرة للجريمة ومسايرة الأحداث الجارية إلا أن الاجتهاد في الحقيقة خصوش يكون عنده الضوابط خصوش يكون عنده الناس دياله خصوش يتحترف في التخصص لابن الآن للأسف الشديد تقافة حقوق الإنسان لدى بعض الجمعيات أقول بعض الجمعيات تقافة حقوق الإنسان لدى بعض الجمعيات أصبحوا يتحدثون في كل شيء قلت أن النص الذي أتجده هو يصيكم الله في أولادكم من الذكاء ويطلو حد للأنتين هذا النص واضح ما قبل شيء التأويلات ولا يعني فهمت بزاف باش منقوله هذا مسلم كيف هموا بالإسلام في شكله هذا مسلم كيف هموا بالإسلام هذا واضح فهمت هو نص قطع الدلالة لم يمكن نشيش تهدو فيه كيف ما هو وخصو ينزل علاش لأنه الناس اللي ما عارفين شيء في الفقه أن المرأة في أربع حالات تريت يعني نصف الرجل وفي أكثر من عشرين حالة يعني إما أن تتساوى معها أو تزيد عنه في بعض الحالات لذلك النقاش اليوم النقاش اليوم النقاش ديال الاجتهاد في الإرت ما لا يعلمه يعني بعض دعاة الحدثة أن الاجتهاد يأتي في مرات متأخرة من مصادر ديالة الشريع يعني الاجتهاد هو آخر حاجة ما يمكننا شيء نقضوحنا على الدين الإسلامي كمصدر ديالة الشريع ونقضوحنا على الدين والإنتفاقية الدولية هناك إنتفاقية الدولية التي تتكلم عن زواج الرجال بالرجال والنساء بالنساء والنساء ونفقه معها لا يمكننا شيء انتفق مع ذلك لذلك لا يمكن أن يقال عن المساواة في الإرث، وكذلك بالنسبة للزواج القاصيرات زواج القاصيرات أنا أستغرب كذلك أن يتحدث بعض دعاة الحادثة عن زواج القاصيرات الأقل من 18 سنة يمنعون زواج القاصيرات ولكنهم في نفس الوقت يعني يبيحون للفتاة الأقل من 18 سنة الحرية الفردية لها في إطار جسدي حريتي يعني بالنسبة للهما مشي مشكل هذه الفتاة الصغيرة حرة أنها تعمل اللي يبغت يكون عندها يعني صادق ديالة تخرج معاه ومشي مشي مشكل أنها تقيم علاقة جنسية في إطار الحرية ولكن كي منعو زواج القاصيرات مع العلم أنه بعض الإحصائيات أثبتت أن 98% 98% للناس اللي كيتزوجوا كيتزوجوا من 18 من فوق ولكن فقط 0.05% للفتايات اللي هما أقل من 18 سنة يعني 0.05% اللي كيتزوجوا أقل من 18 سنة يعني هذا هو الاستثناء يعني الزواج الأقل من 18 سنة هو استثناء وبعض المرات يكون غير حل بعض المرات حنا يعني كميهانيين كيتزوج عنا مشكل ما يريدون بعضهم أو مثلا مراهقين وقعوا في الخطأ باش يصلحوا ديك الخطأ هما بغين هما بغين يتزوجوا والأهلين هما بغين يتزوجوا على شعر نزجوا إحنا في القانون ونمنعهم ونقولوا له من لا منعت الزواج القاصيرات إذا تكلمنا على التعدد تكلمنا على المساواة في الإيد تكلمنا على زواج القاصيرات النيابة الشرعية المنصوص عليها في المادة 230 إلى المادة 234 الحقيقة ما كانش اختلاف كبير فيها المذكرات وطالب بتمكين الزوجة كذلك من النيابة الشرعية هنا يعني التساوي في النيابة الشرعية في الحقيقة النيابة الشرعية الحضنة للأم ما كان نقشوها شيء إذا قد نقشو النيابة الشرعية واختنا نقشو حتى الحضنة نعطي للأبي بقول الأطفال مهعا أخرى، أو في التساوي يتساوي مع بعطيتهم عليك تعطي الحضنة للأم لأن الحضنة هي الي غدا تبدله هي الي يذي غدا Hen arche Georgia سأطي failure ونحضنة والنيابة الشرعية تسعطتني الأب لأنه هو المنفق لأنه هو المنفق لأنه هو المنفق لأنه هو المسؤولية المسؤولية الجنائية لأنه هو النائب الشرعي بعض الحالات التي نوجهها كدفاع سوف تأتي المنفق لأن المرأة تسعطت للإمارات أو سعودية أو تستغلها أو تخدم في سبا أو شيء ثم تدخل المشرع وقال لأنها هي المنفق لأنه هو المنفق لأنه يحاول يوازن ويخلق واحد توازن بين حضنة الأم نيابة الشرعية ديال الاب ولكن قلت هذه النقطة هذه ما فيهاش الاختلاف بزاف بمقارنة مع النقطة اخرى انا اعتقد ما يجب التأكيد عليه في مدونة الاسرة وفي التعديلات المطروحة هو ان نناقش يعني النقاط السوداء في مدونة الاسرة نحن كدفاع يعني كمهنيين ما نراه ونعينه يوميا هناك يعني من الكوارث العظمى التي يعني ليس لها حل في مدونة الاسرة مثلا موضوع ديال النفقة وإهمال الاسرة الزوجة ديالي ما كينفقش على الزوجة ديالو كنزيو كنعملو له إهمال الاسرة إهمال الاسرة حسب الفصل 479 قانون الجنائي كيعطاه المشرع من شهار حسن سنة حبسان كيمشي كيمشين السجن كدفق الزوجة بدون موعيل الأطفال بدون موعيل يعني الأسرة كيتم تشتيت دياله كيتخلقوها مجموعة الحزازات ما بين الأسر لا الأسرة ديال الزوجة والأسرة ديال الزوجة أنا أقترح هنا إذا كان عندنا الزوج معصر حقيقة أن الدولة هي اللي تتكفل بالنفقة ديال هاد الأطفال ديال الزوجة هادي ومن اللي يخدم الزوج ولا يتضح بأنه عنده شي حاجة الدولة هي اللي تمشي تقطع علوم المنبع أو تقطع علوم من الأجر دياله أما وإن كان مماطلا يعني غير كيتماطل وصافي فهنا الدولة خصة تعطي يعني الآليات وتسهل على الزوجة كيفاش أنها تحجز له على ما يمكن الحز دياله سواء عن الكونتر دياله الباقي أو العقار أو المنقولة لأن لحدود الساعة الزوجة باش توصل معلومة بأن الزوج عنده كونت أو عنده شي حاجة قصة تقوم بمجموعة ديال المساطير ومجموعة ديال المصاريه بالتالي كي صعب عليها أن توصل معلومة كذلك النقطة أخراف هذه ديال إهماء الأسرة الآن هادك الزوج اللي قد تصيفون السيجن يكلف الدولة حسب بعض الإحصائيات دياله وزارات العادل ودياله المندوبية دياله إدارات السيجن يكلفهم 70 درهم في اليوم يعني الدولة تنفيقوا 70 درهم في اليوم على هاد الساجين هذا وفي الأحراد تعطان ذيك الزوجة تعطان ذيك الزوجة عن ذيك الأطفال وكيفما قلت يدرجع الدولة وتقتطع هاد المصاريف و هاد النفق اللي غد نفق على هاد الزوجة من الزوج من بين النقطة التي نجدها في مدونات الأسرة و التي لا تحمل مرأة في الحقيقة الموضوع ديال الموضوع ديال الطرد من بيت الزوجية المنصوص عليها أولا في القانون الجنائي في الفصل 480 وفي مدونات الأسرة كان نلقاها في كان نلقاها كيتقاطع كيتقاطع مع الموضوع ديال الاسترجاع ديال الشيواء المنصوص عليه في المادة 34 من مدونات الأسرة الزوجة المطروضة من بيت الزوجية غالبا كيتم طرد الزوجة مثلا لبسها غير بيجاما دياله و صندالة في الرجلين دياله هنا المشرع المشرع الحقيقة يعني ظلم المرأة لأنها ما كتلقاش يعني النص القانوني اللي غي يحميها كيتمشي كتدير ديكلاراسيون دياله كيحاول يرجعوها ندار ما كيبغيش يرجعها ندار كيديرولون محضار كيجي هو كيرفض كيتحال الملف الجنحي الجنحي العادي جنحي يعني في حالات صراح كيولي الملف كياخد يعني أشهر يعني من ستاح 12 ديال الأشهر وبعض الحالات بعض الحالات سنتين و الزوجة مطرودة من بيت الزوجية و الزوج يعني كيستنى هذا الحكم اللي غي يحكموا عليه بالموقوف شنو استبدأت الزوجة هنا طريدت من بيت الزوجية تشردت لأطفال لي لها تشردوا و الزوج يعني كيستنى تلك تلت شهور ولا تلك خمس شهور يعني في أقصى الحالات في افطارت بيت الزوجية كيتحكم علىها في تلت شهور تلت شهور للحبس إذا هنا المشرع محماشي هذه الزوجة محماشي المرأة بل أكثر من ذلك من اللي كانت تطرد من بيت الزوجية و في إيطال المادة الرابعة و الثلاثين كتجي كتطالب قلت كتجي كتطالب بالشيوار دياله أو لا باسترجاع الشيوار دياله المادة الرابعة و الثلاثين كتقول أن الشيوار اللي جابته الزوجة كتستحقه هي المالكة دياله كتجي كتقول حقا نقص إن دي جلابه دياله و دي الحواج دياله و ديالما لباس داخلية كيوقف الزوج و كيوقف الضابط كيقل له أعطي له الشيوار دياله لكن للأسف الزوج كيوقف كيقل له مرحبا إذا عندها شي فكتورات دياله مع العلم أنه ما كينش شي زوجة اللي غد شريه هات الشيوار هذا و غد توتق هات الفكتورات و توتق يعني وحن مجموعة ديالواتيق بأنه هي اللي شيرت المالكة داخلية و هي اللي شيرت هذك الجلابه هناك فرق قانوني هناك هذ المادة 34 اللي في حقيقة أنا أراها يعني كالعدم كيفاش حنا عاملين مادة 34 و كتقول لك أن الشيوار هو اللي كتجيبه الزوجة هو ملكوها و من اللي كتتطرن بيت الزوجية كتديك توقاف كتقول خصص الشيوار ديالو كتقول له له الفكتورات و هي تزوجت على أساس الاستمرار و تديمو ما و ما كتفكرش أنها في الانفيصال و إلا إذا كان تفكر في الانفيصال خد نهار للولي أي حاجة غتتقها في فكتورات هناك إن خالل هناك إن خالل خلص التعديل دي هذ المسألة هذي التعديل في هذ المادة هذي واعتبار التنصيص على أنه كل ما هو يتعلق بالمرأة داخل البيت الزوجية و خصوصا إذا كان البيت يسكنه فقط الزوج و الزوجة خصوصا إذا كان تطعن الزوجة خصوصا إذا كان تهزه خصوصا إذا كان البيت يسكنه كامل ما مقاوش أن تحجوه و يقول لك إذا كانت الفكتورات تهز هذا الشيوار أولي ما عنداش الفكتورات ما عمرا دالت شي فكتورة ما ستدي حتى شي حاجة يعني غتخرج طويلة هنا غكونوا ضلمناها واش كان شي فتات يعني كيزوجوها العائلة ديالها بلا ما يشوروها بالدريجة ما كي ناشي هذي ما كي ناشي شي بنت عاروز كتخرج من الدر ديال بابها وهي ممشورة للأسف الشديد هل ما دربعة و ثلاثين لا تحمل مرأة هناك ستتكلم الجمعيات الحقوقية هناك ستتكلم مجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان هلاش ما تتكلمش على هذه النقطة هذه أنا في الحقيقة خي تقلقوا مني بعض الجمعيات الحقوقية لدي عتاب يعني بعض الملفات اللي كترافعوا فيهم في الحقيقة أنا كيتخل لي الشك في ذيك الملفات كيترافعوا في ملفات دون أخرى لأن بعض الملفات اللي بعض الجمعيات حتى لا أعميم بعض الملفات اللي كيترافعوا فيهم يترافعوا لك على المرأة إذا كانت هي يعني الزوج هو اللي كيتطلقها يعني عارفين كين المستحقات الزوج غاي خلصها وكيترافعوا في إهم الأسرة إذا كان الزوج غادي خلص ولكن أنا يعني قمت بواحد نظرة وقمت بواحد البحث واحد الملاحظة أخذتها هو أنه ما كيش الملفات اللي كيترافعوا للك الزوجة المعنافة اللي هي كتطلب كم قلوب العربية ولا بداريجة كتطلب غي السلة بغي يتطلق عارفينها ما غتأخو دوالو لأنها غي يتطلق ما غتأخو دوالو يعطينا الجمعيات الحقوقية شعب ملفات اللي هما وقفوا مع هاد الزوجة هادي اللي هي ما طلبحتها حاجة طلب عي السلة يعني هي طلبها غير أنها تفك من بطش من العنف اللي كيتمارس عليها يعني بالتالي أنا أقول بعض الجمعيات الحقوقية أنها سترافع في جميع الملفات اللي كتعلق بالمرأة وليس فقط الملفات النفعية الملفات النفعية هم فهمة ولكن الملفات اللي فيها الظلم والحقرة على المرأة ورغم كتلقاشها تسيدة يعني الدعم ده هذه الجمعيات هذه وعندنا ملفات كثيرة كثيرة جوناة يعني ما ملقوش الدعم تاتي واحد يعني كيفما قلت كين مجموعة بالنقاط اللي في الحقيقة خستطرق إليها في مدونات الأسرة وفي الحقيقة إحنا إذا يعني هذا الشي ديال الليجان المتخصصة في إعادة النظر في يعني بنود مدونات الأسرة يجب أخذ بعين الاعتبار بعدها واحد الحاجة أن المهانيين المهانيين هم الأقرب هم الأقرب من هذه الملفات والنواقص ديال مدونات الأسرة ومن كم قلوا المهانيين المهانيين على المستواجهة الشمال عندهم ملفات خاصة يعني حسب الطبيعة والعادات ديال الشمال والملفات ديال الداخل كذلك عندهم طبيعة خاصة والملفات ديال الجانب ملفات خاصة يعني خصو يكون التنوع وخصو يكون الإشراك دي هاد المهانيين هادو باش يدليوا بالدلو ديالهم ويعطيوا النواقص دي هاد المدونات هدي وفينو والخلال اللي لتكلم عليه أو لتكلم عليه صاحب الجلالة نصره الله وإيداه وعطى الأوامر السامية دياله باش يتم تعديل هاد النقط السوداء نصرة للأسرة اللي قلت هي الخلية الأساسية للمجتمع يعني اكتفيوا بهذا القادر وشكرا لجريدة بريستيطوان كن دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر شريدة بريستيطوان